سلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعة حال تحليل البي سي ار او البوليمريز تشين ري اكشن اللي بتعامل لاستكشاف او اكتشاف ال dna او ال rna في الجسم لاي نوع من ال dna او rna يعني ممكن بيستخدم في التحليل الطبية عشان نشخص مرض ال hiv والكبد الفيروسي وغيرها من الامراض الفيروسية وبيستخدم ايضا في الحياة العادية في الحياة القانونية او الجنائية اثبات الابوة اكتشاف او اكتشاف او تأكيد المجرم وما الى ذلك او برضو في الدراسات العلمية عشان نعرف هذا الميكروب او هذا الكائن يشابه هذا الكائن ولا لا فالتحليل ده واسع الانتشار ولكنه طبعا نسبيا مكلف ومش متوفر في كل مكان وبياخد شوية وقت فخلينا نشوف هذا التحليل ولو انه طريقته الى حد ما معقدة جدا وعشان نفهم وعشان نفهم هذا التحليل المفروض ان انا ابقى عارف حاجات او معلومات اخرى كتيرة يعني المفروض اكون انا عندي معلومات عن يعني ايه امبليفكيشن او ازدياد او تكثير وايضا اكون عارف يعني ايه الاكتروفريسيز وانواع الاكتروفريسيز واللي من ضمنها الجيل الاكتروفريسيز وما الى ذلك من المعلومات اللي الواحد يمكن يحتاجه عشان يفهم ماذا تحليل لكن بقدر الامكان انا هحاول ابسطه واشرحه بطريقة مبسطة على قدر امكاني ولو انه يعني مش مطلوب ان كل واحد يعرف ازاي التحليل بتعمل لكن بما ان فيه ناس بتسأل من باب المعرفة والعلم بالشيء فانا هحاول ابسطه في هذا الفيديو ولان تبسيط المعلومة محتاج بصراحة جهد كبير وقت طويل فعشان كده مطلوب منكم حاجة بسيطة جدا تساعدونا في نشر الفيديو فارجو منكم نشر الفيديوهات اللي انا بعمل ودلوقتي بقوا قبل ما تنسوا اعملوا لايك واشتركوا لو ما كنتوش مشتركين وما تنسوش تفاعلوا الجرز اغضطوا على الجرز اللي هيظهر عشان تيجيكم الاختراط اول با اول اول نقطة فكرة التحليل بي سي ار دي ايه بولي مريز تشين ري اكشن هو تكنيك لزيادة او تكثير او اكسار جزء من ال دي اي ايه يعني محتاجين شريحة واحدة سيجمنت او جزء واحد من ال دي اي ايه عشان نطلع منه ملايين ملايين من هذا ال دي ايه بواسطة جهاز مثل هذا المرسوم الجهاز ده بيقدر يرفع ويخفد درجة الحرارة بشكل دقيق ومتخصص جدا انا بيبشي للعينات بندخلها في الجهاز عشان يبتدي التفاعل الانبوبة اللي فيها العينة بتتكون من الات قوة 10 بافر بافر يعنى سائل معادل بي سي ار بافر قوة 10 و 2م دي ان تي بي مكس وبرايمر 1 و 2 و تاج دي ان ايه و 25 م ايام مجنيسيوم کولورايد و تيمبلت دي ان ايه يعنى قلب من اوالب ال دي ان ايه فيها الشريحة المستهدة في تكبيرها اللي مطلوب نعمل لها أما الماجنيسيوم كولورايد دوت فده بيشتغل كأنزيم أو كوفاكتور عشان اللي في التاج دي إني بوليمريز ده يشتغل أما التاج دي إني بوليمريز اللي هو صدنة ده عبارة عن إنزيم بيساعد عملية الأكسيديشن أو كاتالايز حاجة اسمها بوليمريزيشن المادة دوكسي نيوكلطايد بيحولها أو بيعملها بالمرة عشان تكون ستريند جديد من الدي إني إيه أما البرايمر واحد واثنين فدول شرايح معينة هدفها إنها تحدد الدي إني المستهدف بنحتاج اتنين برايمر لإتمام عملية التضخيم الأمبليكيشن اللي احنا بنقول عليها واحد في بداية التارج دي إني في بداية الدي إني المستهدف واحد في نهاية الدي إني المستهدف وبالتالي بيحددوا الاوتلاين أو الحدود بتاعت الدي إني أما الدي إني تي بي ميكس فهو عبارة عن البلوكات اللي بيتبني منها الدي إني الجديد نيجي للبافر اللي هو قوته عشرة البي سي آر بافر ده بافر يعني بيكون وسط وسط معين عشان أفضل درجة تفاعلية أو أفضل نشاط للبلويمريز اللي احنا ذكرناه قبل كده اسمه التاج دي إني إيه بوليمريز الحاجات اللي انا ذكرتها دي كلها بتبقى داخل أنبوبة العينات اللي بندخلها بعد كده في الجهاز بعد كده ما بيدخله في الجهاز بنسبت أو بنبرمج الجهاز على مقاييس معينة برمجة الجهاز بحيث يمر بمراحل معينة خطوة خطوة لبداية وإكمال التفاعل بنجاح الخطوة الأولى بيسموها إنيشيال دي ناتوريشن درجة حرارة 94 لمدة 5 دقايق هدفها إنها تو أكتيفي أو تنشط البوليمريز اللي احنا قلنا عليه الدي إني بوليمريز التاج دي إني بوليمريز بعد كده 30 ثانية في درجة حرارة 94 بيحصل الخطوة الثانية من الدي ناتوريشن اللي فيها الدي إن الأصلي اللي كان دابل ستراندد يعني مزدوج الخيطية بيسيح ويفتح مع بعض ويتحول إلى إيه سلسلة واحدة الخطوة الثالثة التصليب أو التقوية عندي درجة حرارة 62 لمدة 30 ثانية بتحصل فيه روابط هيدروجينية بتتكون ما بين البرايمر اللي هو واحد واثنين وقت دي إن إيه تملك بيمسكهم في بعض فعشان كده بيسموها إيه تصليب أو أنيليلنج الخطوة الرابعة التمديد عندي درجة 72 درجة لمدة 30 ثانية النتيجة إيه بتاعت التمديد إن بيتكون دي إن إيه جديد خط جديد من دي إن إيه ستراند نيو دي إن إيه ستراند وراء البرايمر اللي هي بتمدد بتتمدد وبتجر معها خط جديد من الدين إيه من هنا يتضح إن ثلاث دورات اتنين وثلاثة واربعة بيطلعوا اتنين دي إن إيه جديد الخطوة الخمسة ربيط التكرار للخطوة اتنين وثلاثة واربعة هذا التكرار كان مرة تلاتين سايكلز تلاتين دورة كل تلاتة سايكل من اللي بتتم ديت بتكون اتنين دي إن إيه جديد من نفس الدين الأولان اللي إحنا بنعمله تدخين يعني كل تلات دورات بتكون اتنين وبالتالي بتزداد أعداد الدين إيه المنتجة بشكل ملحوظ جدا جدا أو بشكل كبير جدا جدا شوفوا بقى بحسبة بسيطة لما كل تلاتة بضعفوا عدد الدين إيه المستهدف شوفوا بقى تلاتين دورة بيحصل منها قد إيه زي ما العداد قدامكم بيلف لحد ما تتم التلاتين دورة شوفوا الفريجمنت الفريجمنت الأساسية من الدين إيه بقت أصبحت قد إيه والعملية دي كلها بتتم في خلال أربع ساعات بعد الأربع ساعات يكون تكون ملايين من نسخ الدين إيه الأساسي اللي إحنا مستهدفين وعايزين نعمله أمبليفكيشن وتكثير أو تطخيم الخطوة رقم ستة التمديد النهائي خمس دايق في درجة حرارة 72 كده الخطوات خلصت بيبقى آخر خطوة أن نحفظ هذه العينات عند درجة أربع درجة مقوية عشان تستخدم في الخطوات اللي بعد كده أو التحليل اللي بعد كده كده تبقى خلصت عملية الأمبليفكيشن اللي هي أساسا مهمة البي سي آر تكنيك وقدمنا هنا ملخص للسبع خطوات اللي بتتم فيهم العملية وهنا جدول بيبين مع التكرار 30 مرة العدد بيوصل لحد إيه أشكركم على مشاهدة الفيديو أنا حاولت أبسطه بقدر الإمكان بس أنا عارف أن الموضوع صعب شوية ده كان الجزء الأولاني من شرح اختبار البي سي آر تست وواضح من الكلام بتاعي أن كل الشرح اللي فده هدفه أن أنا أقول أن في طريقة نتضخم ونكثر بيها الفيروس بحيث أول ما بيظهر في الدم حتى لو جزئية بسيطة جدا منه ظهرت في الدم وده بيحصل بعد حدود 10 تيام من احتمال العدوى ممكن بالتكنيك ده نكترها ونزودها بحيث نقدر نشوفها ونتعرف عليها ونحدد كمية وإن شاء الله في الجزء الثاني هوضح إزاي إحنا بنستخدم هذا الكلام في تشخيص الـ HIV فيروس الـ HIV فتابعوا معايا في الجزء الثاني اللي هوضح فيه إزاي إحنا بنستخدم هذا التحليل في تشخيص مرض وفيروس الـ HIV ودلوقتي بقوا قبل ما تنسوا اعملوا لايك واشتركوا لو ما كنتوش مشتركين وما تنسوش تفاعلوا الغرز اغضغطوا على الغرز اللي هيظهر عشان تيجيكم الاخترات أول بأول اشتركوا في القناة